اشتركوا في القناة خدمات تهدف إلى تسهيل السفر على المسافرين وإعطائهم تحكما أكبر في اختيار الخدمات المتعلقة بالسفر كما أطلقت الناقلة خدمتي تفقد حالة الرحلات والحجوزات للمجموعات بهدف حصول المسافرين على أدق المعلومات المتعلقة برحلاتهم وتأمين سلاسة الحجوزات المسافرين ضمن المجموعات ومن ضمن مبادرات طيران الخليج المرتقبة كذلك خدمة عطلات طيران الخليج التي ستوفر مجموعة من العطلات للعديد من الوجهات سواء على شبكة وجهات طيران الخليج أو غيرها كما أن الناقلة تستعد لإطلاق خدماتها الإلكترونية لاستصدار تأشيرات هذا الصيف ومن ضمن الخدمات خدمة أخرى هي لإطار سعيها المستمر للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية وجعل عملية استصدار تأشيرات للدخول للمملكة البحرين أسهل من ذي قبل أعلنت شركة ماجد بن فطيم عن استحواذها على شركة ريتيل أرابية مالكة حقوق امتياز جيان في الشرق الأوسط وبمجب هذا القرار سيتم تغيير اسم العلامة التجارية لجميع المتاجر المستحوذ عليها من هايبر ماركت وسوبر ماركت ومتاجر صغيرة لتحمل اسم كارفور لافتة إلى أنه سيتم الاحتفاظ بالموظفين الحاليين كما لفتت الشركة إلى أنها سترفع عدد متاجر كارفور في الإمارات إلى ثمانين وفي الكويت إلى ثمانية وفي البحرين إلى أحد عشر متجرا وبحسب الفطيم فإن الخطوة الجليدة تتماشى مع خطة كارفور في تسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط لكنها لم تشر إلى قيمة الصفقة إلى أن تقارير نشرت سابقا قدرت قيمة هذه الصفقة بخمسمائة مليون دولار والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أوقفت ثلاثة مصادر أو مصارف بريطانية العمل بالريال القطري في خطوة تنبئ بالمزيد من التداعيات القاسية للمقاطعة الخليجية المتوقع لها أن تشتد مع تعنت الموقف القطري وكانت مصادر مطلعة لقناة العربية ذكرت أن كل من لويدس وبانك في سكوتلند وهيلي فاكس أوقفت العمل بالريال القطري وكانت العربية قد نقلت أن العديد من البنوك ووكلات الصرافة الأجنبية رفضت شراء الريال القطري أبرزها شركة ريفليكس الصرافة كما قال مدير مكتب توماس لصرافة في لندن إنه لا يتعامل مع الريال القطري وفي الأثناء لم يفلح البنك المركزي القطري في تثبيت سعر الريال بقيمة 30.64 ريال للدولار الواحد حيث أن قيمة العملة انخفضت سريعا إلى 30.67 ريال للدولار الواحد هذا وقد انضمت إلى البنوك البريطانية ثلاث بنك تيسكو حيث أعلن المتحدث باسم البنك المملك لمجموعة تجزئة البريطانية تيسكو إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريال القطري في منافذ البنك ومع تعمق المصاعب التي تواجهها الدوحة بسبب المقطعة وتأثيرها على تجارتها الخارجية وتعاملتها المالية مع العالم توقعت شركة IHS Market استمرار اتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها واعتبرت الشركة هذا الخلاف بأنه أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها وترى أيضا أن الريال القطري سيبقى في مواجهة الضغوط لطالما استمر الاضراب السياسي حيث تسود حالة التوتر بين المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري ويرجح تقرير لشركة تباطئ اقتصاد قطر في حال استمرار الخلاف لغاية عام 2018 حيث ستتجنب استنزاف قطر أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة كما توقعت IHS ماركت تباطئ وطيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل تضخم إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورات الواردات إلى ذلك بات في حكم المؤكد أن العديد من طائرات شركة الخطوط الجوية القطرية أصبحت معطلة ومتوقفة في مطار الدوحة بسبب الحظر الجوي الذي تسبب بإلغاء عشرات الرحلات القصيرة التي كانت تقوم بها رحلة شركة يوميا ولم تعلن القطرية عن عدد الطائرات المعطلة أو المتوقفة في أسطولها إلا أن بحسب المعلومات التي رصدتها مصادر متعددة فإن القطرية حاليا لديها 39 طائرة من طراز Airbus 320 وهو أكبر عدد للشركة من نفس الطراز أما شركة المنتجة Airbus الفرنسية فتقول إن هذا النوع من الطائرات قادر على سفر مسافة لا تزيد في حدها الأقصى عن 5900 كيلومتر أي أنها طائرة متوسطة المدى وغير مجهزة للرحلات الطويلة وتسبب أيضا بإطالة المسافة اللازمة للوصول إلى الوجهات وهو ما يعني أن الشركة مضطرة لتشغيل طائرات أكبر وذات مدى أطول ترجمة نانسي قنقر